رغم جائحة كورونا التي أثرت على تقدم الأشغال في ورشة الإنجاز إلا أن سنة 2020 عرفت توزيع 200 ألف سكن في مختلف السياغ حسب ما استعرضه وزير القطاع خلال تقديم حصيلة السكن السنوية إلى غاية 31 ديسمبر 2020 تم الانطلاق في إنجاز 100 أكثر من 145 ألف وحدة سكنية من مختلف السياغ وتسليم 177 أو أكثر من 177 ألف وحدة سكنية في هذه السنة أما فيما يخص عملية التوزيع والتي كانت على مدار السنة لا سيما خلال الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية فقد تم توزيع حوالي 200 ألف وحدة سكنية وإعانا وبهدف دعم السياغ السكنية الموجودة حاليا يعتزم القائمون على القطاع إطلاق سيغة السكن الإيجاري بهدف كسر أسعار الإيجار المرتفعة السيغة جديدة لبناء سكنات إيجارية طبعا لا بد أن يكون هنا إذا دخلنا في عملية اجتماعية لا بد أن يكون ثمن الإيجار ما يكونش عالي بزاف اليوم يعني يرى بمختلف مناطق الوطن الإيجار بين 25 و 20 نقوله ألف دينار للشهر إلى حتى 45 ألف دينار حسب موقع هذه الأسعار كبيرة جدا نظن في هذه السنة نكون وجدين بتحضير نص نظامي يؤثر هذه السيغة السكن أحد أهم متطلبات المواطنين التي تعمل الدولة على توفيرها ليبقى احترام آجال التوزيع وجودة الإنجاز أهم انشغالات المستفيدين